اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله أما بعد نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في رحاب جمعية الإمام الشاطبي في هذه البلدة المباركة ونحمد الله عز وجل على نعمة الغيث الذي عمى أرجاء بلدنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون غيثاً مباركاً وأن يزيدنا من فضله وأن يسقي البلاد والعباد ونرحب بأنفسنا ونتشرف بالحضور معكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا جميعاً وأن يجعلنا إخواناً متحابين وعلى طاعته متعاويني سنتكلموا إن شاء الله عز وجل فهذه الليلة هذه على بعض المخالفات وبعض الأخطاء لكي يقعوا فيها بعض الناس في صلاة الجمعة هذه الأخطاء هي فقط جزء يسير من الأخطاء التي تقع ونراها ونشاهدها وهذه الأخطاء اللي سنتكلم عليها ليست كلها على درجة واحدة كأن الأخطاء التي تبطل بها صارت الجمعة وكأن الأخطاء التي ينقص بها الأجر فيها مخالفة السنة المؤكدة وكأن الأخطاء فيها مخالفة للأولى والأفضل والأكمل والأحسن فنحن نتعلم ونتعرف على هذه الأخطاء من أجل اجتنابها ومحاولة الإتيان بآداب وسنن وشروط وأركان صلاة الجمعة حتى إن شاء الله عز وجل يحصل لنا الأجر كاملا وافرا بحول الله وقوته أول خطأ وأول مخالفة يقع فيها الناس يتخلف بعض المسلمين عن حضور صلاة الجمعة وهذا أمر لم يكن يتصور في الزمن الأول لأن صلاة الجمعة هي من آكد فروض الإسلام وقد أجمع العلماء على أنها من فروض الأعيان وأنها تجب على المسلم بعينه وليست من فروض الكفاية والأصل أن يوم الجمعة هو يوم عيد لك تلاحظوا في الأعياد تتكون حركة وقفة وسائل نقل قليلة لمحالة ساد دين كل شيء يعني كل شيء متلبس بهذوك الشائر ديال العيد ديال الأضحاء أو عيد الفطر المسلمين عن حضور صلاة الجمعة هل يتحدث عن حضور صلاة الجمعة؟ هل يتحدث عن حضور صلاة الجمعة؟ هكذا يجب أن تكون صلاة الجمعة لأنها عيد يتكرر كل أسبوع لكن مع الأسف يوم الجمعة تلقى المحالات المحلولين المحلابات المحلولين السوق نسخ الدمين تبيعوه تشريو تاكسيات الطبسات السيارات الإدارات الشركات وكأن هذه الناس غير مخاطبين بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وهذا نداء من الله هذا من نداءات الله الرحمن جل في علا إلى العباد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فالإنسان مطالب أن يسعى لذكر الله بعد أدان الجمعة وذروا البيع فالدليل على وجوب صلاة الجمعة أنه نهى عن البيع له ومباح البيع الأصف والإباحة حين نهاك عن البيع وحرمه عليك دل ذلك على أن السعي إلى الجمعة واجب وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كنتي عرفوا الناس الأجر اللي كين في صلاة الجمعة ده واحد ما غادي يخليها وخي يجي لها يزحف وخي يجي كيحبو وخي يجي مجرور باش يحضر فيها ويتكتب مع الناس اللي يحضروا في صلاة الجمعة ولكن اللي غفلة كتلقى ده باب نادم إلا ما صوبوا إلا ما لنضر سكسو نهار الجمعة تيتقلق سكسو ودباء واروكن والفرد تلقى جايب اللبن جايب جوجيترو ديال البن جايب السميد فرحان اليوم الجمعة العيد ديال المسلمين وقام ما صلى الله ولا الفرد ولا ما كلا ولكن صلاة الجمعة لها الأصل ما كيمشي شليها وكتلقى الناس كيأكلوا كيشربوا كيبيعوا كيشريوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي الجعد الضمر من طارك ثلاثة جمع تهاونا بها طابع الله على قلبه وفي رواية طابع الله على قلبه وجعله قلب منافق لخلت تدي الجمعات انتابعين جمعة الأولى ممشاش جمعة التالي ممشاش جمعة التالية ممشاش ما عندوش عذر ما عندوش عذر من الأعضاء اللي غد جمعنا عقوبته ان الله يطبع على قلبه لا يتأثر لا يخشع لا يهتدي يختم الله على قلبه ويكون قلبه قلب منافق بس الله السلام والعافية هده هده عقوبة شديدة هده فاش يطبع عليك الله على القلب ديالك ما تبقاش تميز بالخير والسر ما تبقاش تأطرب القرآن ما تبقاش تنكر المنكر ما تبقاش ترتاح في المعروف اره تقلبات عليك الأمور اره تطبع على القلب اره عقوبة شديدة هذا غير العقوبة الدنيوية عاد العقوبة الأخراوية لا ينتهينا أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم إذن سنرد البال الحضور في صلاة الجمعة واجب والبيع والشراء والعقد والكيراء والرهن أي عقد كيت تكتب فوق النداء الجمعة فهو عقد باطل فاسد وخيكون عقد زواج كل شي العقود تلغى تعظيماً لها الشعرة ليشعرت الجمعة واستجابة لأمر الله في قوله فسعوا إلى ذكر الله وظروء البيع اللي هو مباح اللي هو حالل وشوف أنت هذا بيلغ هذه الجمعة قل بعينك على المنوع النصر كتلقى الغفلاء في الناس الناس يقتتلون على الدنيا اللي هي غير وسيلة لأن الدنيا هاد التجارة هاد السوق هاد المحال هاد الشركات شي كون شي غير وسيلة باش تعبد الله الله عز وجل يعني أنزل الغيث وأنبت النبات وخلق وأخرج الكالاء هي اللي كنكون باش تزود وتقوط وتمشي تعبد الله مش انتا قا تبقى مقابل الزاد وتغفل العبادة لها الأصل لأنه لما كنت عبد الله عز وجل لا تستحق أن تأكل من نعمه يسلمتي عبد الله عز وجل لا يستحق أن يأكل من خيرات الله لأنه خارج دائرة العبودية احنا ما تخلقناش باش نبيعون شريف هذه غير وسيلة ما تخلقناش باش نبقوا قاعدين في المحالات تعنا ونخليه المساجد والمؤدين تقول حيا على الفلاح الربح الفلاح واحد الاسم جامع يحصل به كل مرغوب قال حاجة دي لخلت من نتها ركينا في هذه الخطوات لك تدلها هذه الصلاة ولو يعلموا الناس ما في هذه الصلاة من خير لقتتالوا على الحضور إليها ولا استهموا ولا تسابقوا ذلك العلمة يقول بأن وقت النداء الجمعة النداء الثاني يحرم بعده البيع ويحرم بعده الشراء إلا من عذر ما هو الأعذار اللي من كل إنسان تعطيه ما يحضرش للجمعة العذر الأول نذكره الشروط شروط وجوب صلاة الجمعة إمتى تكون صلاة الجمعة واجبة عليك الشروط الأول الإقامة يخرج به الصفر يسأل لك أنا مسافر لا يصلي صلاة الجمعة لا تجيب عليه لا يريد صلاة الجمعة لكن ما وجباش عليه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حج إلى بيت الله الحرام وجاء زائرا من المدينة إلى مكة وقف في يوم عرافات في يوم الجمعة ولم يصلي صلاة الجمعة وإنما صلى الظهر والعصر قصرا وجبعا ولو كانت الجمعة واجبة علي المسافر الله صلى الله رسول الله صلى الله يسلم فمن الشروط ديال صلاة الجمعة أن الإنسان يكون مقيم في البلد دياله إذا لك الفقهاء تقول إذا دخلت الوقت صلاة الجمعة يحرم عليك الصفر لا تقلص أنت الثلاثناش عدي المزود بيتصفر لا إذا تدخل وقت الجمعة ما تصفر إذا تصفر خرج الصباح قبل ما يدخل وقت الجمعة فيحرم عليك الصفر بدخول وقتها لأنها صارت واجبة عليك قد تصلي الصلاة ديالك فاش كيصفر الإنسان الصفر لي وفي المسافة الشرعية ولغرض مباح وما غديش في ثلث يام الشرط متكورة في الصفر آنذاك يباح له أن يصلي الظهر قصرا في بيته أو في طريقه أو في حافلته أو في أي مكان لكنه لمشي يصلي الجمعة رمشي إشكال لأن هذا الشرط ديالوجوب الشرط الثاني من شروط الوجوب تعصالات الجمعة السلامة من الأعذار ما يكون عندك شي عدر وشي عدر شرعي يبيح لك التخلف بحال لش بحال المرض واحد إنسان مريض يعني مهرس في رجله إذا مشى الجمعة غدي تعدب غدي تمحن ما غدي شي يموت ولكن في عالي مشقة عالي حارج واحد إنسان مريض هذا عدر ولا واحد إنسان مقابل لشي عدو مريض يعني مقابل لشي عدو مريض يجب أن يكون أحده لا يمكن أن يتفرق معه هذا حتى هو من الأعذار ديال تخلف عن صلاة الجمعة ولا شي واحد أعمى وليس له قائد يقودوه إذا المسجد واحد إنسان ابتله الله بالعامة فنقول له نحن بدأ رجاء بصير واحد يشوف مسكين وما كان لديه الجامعة يعني نخرج والطريقة بعيدة يقدر التمحن وكان واحد الحديد ذلك الرجل الأعمى اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ليس لي قائدون يقودوني إلى المسجد فقال هل تسمعوا عني ذلك ويقول له فأجيب قال الإمام التنميدي أجمع العلماء على عدم العمل بظاهر هذا الحديد هذا الرجل قال نبي صلى الله عليه وسلم أجيب لأنه عالم أنه يقدر خاص بهذا الشخص وإلا الإنسان اللي أعمى ومعندولي دي للجامعة ما واجب عليه مشي لصلاة الجامعة أو للجمعة هذا دخل في المشقة سلي عليه مريض كانت شتاء هل إعجاج الإنسان يصلي في الدار دياله المطار عذر للتخلف عن صلاة الجمعة الريح الشديدة عذر للتخلف عن صلاة الجامعة المشقة عذر للتخلف عن صلاة الجمعة عفوا قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر وتيقوا الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حارش سيدنا أبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وفقه في الدين وعلمه التاويل ترجمان القرآن في يوم مطير يعني شديد المطر أمر المؤذن إذا قال في أذانه أشهد أن محمدا رسول الله أن يقول بعدها صلوا في بيوتكم ما يقول شحي على الصلاة صلوا في بيوتكم ففعل المؤذن فأنكر عليه الناس هذا في زمن بن عباس شو الغربة السنن عدت تقول تذبع في 2017 هذا كالزمن بن عباس بعد من التابعين حين سمع المؤذن يقول صلوا في بيوتكم أنكروا هذا الأمر فقال عبد الله بن عباس لقد فعله من هو خير مني ومنكم فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني خشيت أن أخرجكم تمشون في الطين والضحض ما بلش نعدمكم منكم تخرجوا في الغيس أفزق فهذه رخصة مباح للإنسان لك المطر يصدف لبيت دياله كانت الحرارة الشديدة في بعض المناطق النائية تكون طر ربعة وخمسين خمسة وخمسين والجمع كانت فربعة كولومتر ثلاثة كولومتر رغي يدوب من المقبل ما يوصل فيها مشقة فيها حراج يوصل لي الظهر في بيته إذن أي حاجة فيها مشقة فيها التعب فيها النصب الدين الإسلامي يجيبنا الرخصة تقول الفقهاء المشقة تجلب التسير إضاد الأمر التسع ما قدرت يش دباد يمت يبرد في بعض هذا البوادي لم يكن لم يكن في السخون في الصبح يكون الحرارة ناقص واحد ناقص جوج صفر زائد واحد إذا تضط يجب المبرد ستضح هذا المياه هذا المعيد يجب أن تضح تقول هل تضح لا يتم ويصل إلى الصلاة يرى لذلك إنسان يغتسل في هذا المبرد لم يكن لديه لذلك لم يكن لم يكن سخون لذلك لذلك لم يكن سخون يلوط الدين يسر في حاجة التي ستسبب لك المرض في صحيحك و ستسبب لك الهالك شروط وجوب السلام من الأعذار ومن ذلك الأعذار قلنا المرض للإنسان الذي يريد لا يقوم بسرعة وقلنا من ذلك الأعذار المشقة وفيها العانة وفيها الحراج ومن ذلك الأعذار الخوف على النفس والمال واحد الإنسان أعسس في شيء في الماء غير غادي يمشي للجمعة غايد دخله شفرين وذلك شيء محطورت المياه واحد عسس على شيء يمزين واحد خدم في الأمن أرجو الشرطة أو لجند يرى في الحدود واحد أرجو الأمن في الطريق واحد خدم في البومبيا في الإطفاء واحد خدم طلبين في المستعجالات واحد خدمت المستعجالات واحد خدمتها تولد هذا الميهان وهذا الوظائف لفع حفظ الأنفس وحفظ الأموال يباح لأصحابها التخلف عن صلاة الجمعة مثل الظهر وإذا كانوا ربعاد نسلتين تنوبوا يعني مثلا كانوا ربعاد الأطباء كل جمعة يمشوا ثلاثة ويبقى واحد ولكن هذه المصحة والعيادة والقسم المستعجالات لا يجب أن يكون فيه طبيب لأنه يتعلق بماذا؟ بحفظ الأرواح واحد درجو الأمن جندي في الطغرة لوقف لكي يحمي البلاد تصل للظهر ويجب أن تنوبوا الناس واحد خدم في الإطفاء لأن في أي لحظة هذا يصل للظهر إذن أي حاجة فيها حفظ لأنفس وفيها حفظ لأموال واحد عسس على مسائل الناس على المسائل التي فيها الأموال فيها الضائعات الفلاحية أو المزارع التي فيها الزراعة هذا يبقى محافظ على الأموال لتعال الناس ويصل للظهر وإذا كانوا الناس ثلاثة والأربعة يتنوبوا لكن من غير هذا الشيء الإنسان يجلس لي صلاة الجمعة الذي لديه محل دياله أو يعمل في خدمته حرة أو يعمل سائق أو يعمل سائق يعمل تقرب الوقت للمشروعة ويضع ذلك المسائلة ويطبقوا الله عز وجل فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذن قلنا شروط وجوب صلاة الجمعة الشرط الأول الإقامة في البلد يخرج به المسافر الشرط الثاني السلامة من الأعذار قلنا العذر الأول المرض العذر الثاني المشقة العذر الثالث الخوف على النفس والمال يعني شيء طريق مثلا ويجب أن يكون هناك شفرة في هذا الوقت ما يجب أن يكون هناك شفرة ويجب أن يكون هناك شفرة لا يوجد أن يكون هناك أمن يعني إنسان يأتي وخيف يصدف البيت له حتى يكون هناك أمن في طريق لذلك الساعة تمشي صلاة الجمعة الشرط الثالث الحرية فلا تجيبه على العبد والحمد لله الإسلام حين جاء جاء بيت شريعات من أجل تخليص الناس وتحريرهم من العبودية هذه الدين دينا جاء بثلاثة الأنواع هذه للحرية ثلاثة الأنواع مهمة من الحرية أولاً الإسلام جاء بشي حرنا من عبادة الأصنام والأوثان والقبور والأولياء والسادات بغادة نحترم الأولياء أولياء الله كينين خسنا نحبوهم ونحترموهم وندعو معهم ونقروهم ونطلبو الله يحشرنا معهم لكن ما نعبدوهمش ما نركعو عليهم ما ندد بي حال عندهم ما نتسنهم منهم معتونا ما نهدر معهم في قبورهم ولا ما تسمعونا فالإسلام جاء بشي حررنا من هذا الشي لا تعبد لا شجرة ولا حجر ولا قبر ولا وثان علينا مشاق نجدون عن القبر دينينا ندد نجمعووا عندهم نضبحوا عندهم إلاiereجوا لا ما كان محاجم ما يوجد لذلك كل زكогодو من المسائل الشركيات نحرر المخصصة من هذا الشي نحن هنا نعبد الله نهرسCD لله نسجد لله نذبح الذبائح تقرباً إلى الله هذا أعظم أعطاً حرية قبل الإسلام كانون نجمنا يعبدو الحجر كل الناس يعبدوا شجر كل الناس يصوب سنة منطمره ويسجد ليه ويركع ليه ويعبدوا كل خوف من غير الله كان الرجاء في غير الله النوع لوده الحرية النوع الثاني الإسلام جاء ليحررنا من الخرافات والأساطير كل ما يتعلق بالسحر ولكي هانا والشوفات ونعرفات وهذه سترى الزر وهذا سترى القابول وهذه سترى ألدن وعندنا البرج الأقرب وهذا لديه برج الحمار وهذا برج الحيصان قاعدك ترى الخرافات والأساطير حيض وعندك بوعو وعندك عشا قنديشا سيأتي لك الغول لا قاعدك تخربيق حيض تكون عندك عقيدة صحيحة تكون قوية المؤمنة لها قوية بالعقيدة دياله لا تأمن بالخرافات والأساطير شيء ما يتعلق بالسحر وانت تديرها ألف حساب النوع الثاني الإسلام جاء بشيحررنا من العبادة ديال الشهاوات لأن النفس ديالك دياله بحالة واحد اللي عود هيج بشد بطوخس كل جام ديال الدين النفس دياله بغات غير مصائب ركا تجري غير مقايد ديالك حلاء انا بغات النشاط بغات النعاس بغات الحرام بغات الشراب بغات الفساد بغات الريبا بغات الدنيا إلا تلقتيها سأتلوحك في شيح فراء الإسلام جاء ليحررك من عبادة نفس و الخضوع لها حتى كنت بني بغات النفس دياله و يديرها ما عندهش ضوابط لكن المؤمن لا النفس بغات شي حاجة تيليش دابل جام ديال الدين و وش حلال الله حرام حرام باللات يرجع اللون فراني لأن رأي لما فرانيتي غضي على أخير ديالك هذو ما الأنواة الحرية وجاب شي حرر الناس من العبودية ديال البشر لقى الناس عبيد كيتباعوا كيتشيروا في السوق وهذا العبيد ما يتقدرش جي من لون تحيدهم جاي تكشي شوية بشوية اللي قتلوا الروح عيد قرقابة اللي قتلوا رمضان عيد قرقابة اللي وقعوا في الظهر عيد قرقابة جميع مجموعة من تشريعات حتى الحمد لله ولو نزدب كلهم أحرار و كانوا واحدة كلمة تنسبوا إلى سيدنا عمر متى استعبدتموا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فالجمعة لا تجيبوا على العبيد وتجيبوا على الأحرار وكلنا بحمد الله أحرار ونبينوا على هذه الحرية دينا وما نخضعوش النفس ونمشي ونسليوا صلاة الجمعة كذلك الشرط الرابع من شروط وجوب صلاة الجمعة شرط الذكورة فلا تجيبوا على الإينات الجمعة لا تجيب على المرأة إن ذهبت إلى الجمعة فلا بأس لكن ما واجبش عنها الله خفف على المرأة هل هذه الشريعات مشيحة المرأة نقصة في الدين ولا نقصة في العقل ولا المرأة عندها قيمة ولا التخلقات لا الله عز وجل رأى المرأة أم قدرت تكون حاملة دولك تردع هاي حائد هاي نفسة هاي خصاة طيب هاي خصاة تبدلها الدري هاي الوليد الأمرة هي الدينامود يلدر إليه وجب عليها الله صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وأرى ما غدي غريك رفصها غريك والله عز وجل رحيم الشريع دي الله كامل الشريعة الإسلامية شريعة كاملة لماذا؟ لأن مصدرها هو الله والله لا يمكن أن يشرع ما فيه نقص ما الدستور دي لهنا القانون دي لهنا القانون دي لهنا كي يدوسوا أحد المد أكي يبدلوا الناس حي تدوك اللي كانوا وحطوا ذلك القانون ما كي يعلموا موش الغيب لوقت كتب واحد القانون اللي كان مناسب في السبعينات خل ما غير نسب زبافة الزمن كي يبدلوا الناس القوانين والأنظمة الوضعية لكن القراءة الكريم ما يمكنش شي يكون فيه نقص ولا خلل ولا عويجاج لأنه من عند الله ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء إذن قلنا صلاة الجمعة واجبة تجيبوا بأربعة شروط الشرط الأول الإقامة السلام من الأعضار الحرية والذكورة ومن تخلف عن صلاة الجمعة رأي وقع في واحدة كبيرة وفي واحدة لإتم ولا كي يبيع شي حاجة ولا كي يشري فوق صلاة الجمعة رأي يدخل الحرام اللي كي يبيع ووقت صلاة الجمعة كي يبيع اللبن ولا كي يبيع الرئيب ولا المسكة ولا الزيت العود ولا سندة ولا طفضاس رأي يدخل غير ترقين الجمعة كي يشعلها كي يدير يوم القيامة كي تجيك تهرب من هذا فوق الفلس اللي كنت تجمع في وقت الآدان ومن يقلبوا عليك يوم القيامة يقول لك كينك تكلغفل لا ما كي شي غافل كدك نتا هو الغافل الكبير الناس رأي عارف ما يديرو رأي عارف ويحسبوا كتر منك رأي يمشون ويقلبوا على البركة وعلى الرزق رأي تلك الصلاة اللي كتجيب الرزق بقى انتا حالة مجرب حال الشيطان بوعدك في السوق صاحبك رأي دخلتين تدرك ربعاد ريالات رأي عارف رأي عارف رأي عارف ما مرتش في الدنيا رأي تخلص في الآخرة لحسابك تابع تابعك لأن الله هو اللي قال لك وذروا البيع رأي مدينة جديد مدينة قد يمدينة أي قرآنية سير عند المفسرين دي العالم كل شي جميع المداهب وذروا البيع البيع والشراء حرام وقل أدن الجمعة رأي عارف كتب تمشي تسلي فإذا قود دياتي الصلاة زيد فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم شوف شو القرآن الكريم واضح إذن كذلك من الأخطاء لكي يقعوا فيها في صلاة الجمعة مع الأسف عدم الاعتناية بالمظهر في صلاة الجمعة قلنا صلاة الجمعة أسأل المسلم ديما خسوتها الله فرز لأن حديث ابن مسعود إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا سيدنا ابن مسعود سوى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي احنا كنا بغيو يكون حويجنام زيانين ونقيين وحالتنا مقدة يكما دخل الشي في الكيبر قل له لا إن الله جميل يحب الجمال المسلم لا يجب أن يكون خرب أقفو جهو يقص الشريب يقص الأظافر يغسل البراجيم يدفل الإب يحلق العناة ينظف الأسنان يسرح الشعر ويستعمل الطيب ويتبخر ويتعتر ويكون نقي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشمون الرحة قبل ما يبنى وكانوا يترق مزاق موصل الرحة تبقى كان طيب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا الصحابة رضي الله وكانوا يجب أن تقابل الخوض وكانوا يجب أن يتغني وكانوا يجب أن يكون مصيبة أنا ليس قادية الفقر لا أنا لا تنبس الحبوية جدا لا تنبس غير الحبوية نقيين نحن لا نضحكه نحن نرى فقراء أكثر من الفقر فقراء إلى الله ولكن الإنسان أحدده كل الحبوية جدا يقصب له يغسله الحمد لله الصابون موجود الرويح موجود والخير موجود مش يعود الإنسان يعود الثاني اللي عدم لفان كتلقى له غادي لشي عرس كي يتقدم زيان غادي لخدمية تقدم زيان مصافر كي يتقدم زيان جاي الجمعة جاي بالسيرفيت ما شفت الماكينة الصابون تلتشهور ومقطعة ومشرمشة وقال الجمعة هذا العيد يا بني آدم زيد خدوا زينتكم عند كل مسجد الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نتزين لكل صلاة لأنك دمنا توقف دم الله عندك مو عيد مع من مع الله إن الله يحب أن يرى آثار نعامه على عبده الله يبغي يشوف النعام تعوي عليك في اللسان ديالك في الحوائي ديالك في عينيك في الهيئة ديالك الله تبارك وتعالى جميل ويحب الجمعة فالإنسان يحاول إلى إلى يمشي الجمعي يقدر حالة جيله هذا كان عيد كما الناس في العيد زيب ديالك باقي المغربين يحفظون على القضية في الأعياد الكبيرة العيد الكبيرة العيد الصغير يشتريون الناس الحوائي جداد يشتريون الجدال يبخروه هراهي بحالك ككل الجمعة وبحالك ككل صلاوات كاملة حتى الإنسان لا يعمل شيء لا يعمل في هذا الكرافيس يعمل في شيء متحار لا يعمل في الوقت يقول أنه يحفظون عليهم ويغسلهم ويقوم بحالك ويمشي الجمع لكن الإنسان يحفظون بالريحة للحوت والريحة للغريس تأدي المسلمين تأدي الناس ويقوم بإعطاءهم لا يعمل هذه الصلاة للجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتاسي هذا فعل مضارع مقرون بلم الأمر أقل أحواله لإستحباب حتى هناك نصص أخر تصرفهم لن يأتي الجمعة يغتاسي يغتاسي الغسل الأكبر يعني أنه يظهروا الصغير ويسنجا ويغسل شعروا ويغسل دادهم وينقحلتهم هذا يأتي المسجد هذا يوم الجمعة والله أنزل في القرآن سورة سورة الجمعة معنا الصورة الإثنين رهد النهار واحد النهار معظم سمي بالجمعة لأنه هو اليوم الذي جمع الله فيه خلق آدم ونفخ فيه الروح وأدخله الجنة وأخرجه منها وتاب فيه وهو اليوم الذي ستقوم فيه الساعة ره الساعة ستقوم جاية جاية العالمات جاية جاية ره ديما يحدث تزيد وكتقرب بشتفنا الفان إمتى ستقوم الساعة يوم الجمعة أشهر من الجمعة الله أعلم النبي صلى الله عليه أخبرنا أن الساعة تتقوم يوم الجمعة ولكن ما يحدد لنا فالإنسان يستعد ويغتاسل ويتنقى ويتنظف ويمشي المسجد إذا جاء أحدكم إلى الجمعة من الرجال والنساء فليغتاسل حتى المرأي لأنه تمشي الجمعة لكي تسمع الدكر وتحضر الدعاء وتدي الأجر مزيلا لها التهي حتى تغتاسل وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلين على كل بالغين وكل عاقل وقد صرف الوجوب العلماء الصرفوا هذه الحديث من الوجوب إلى الندم بأحاديث أخرى منها قوله النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة عتف بها ونعمة ومن يغتاسل فالغسل أفضل فالغسل أفضل فالإنسان يحاول لا يفرد في ذلك الغسل إلا إذا كانت شي حاجة لأنك ترتب عليه فضائل كثير ستجي معناه يغتاسل الإنسان وينقل حالة دياله قبل أن يمشي لصلاة الجمعة وفقهاء الملكية قد شترته واحد شترت فقهاء الملكية كما نصى عليه الإمام أبي الضياء خليل في مختصره والإمام بن أبي زيد وغيره تقوله الإنسان ما يغتاسل طيب يمشي للجمعة تقول ابن عاشر وسن غسل بالرواح التصلا وسن غسل بالرواح التصلا أي من السناني أن يكون الغسل متصل بالرواح والخروج إلى الجمعة تقوله لأن استدلب الأحاديث اللي فيها إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتاسل وهذه كلفة تفيد الفورية والاتصال وهذه قد نرد عليه ثم ليغتاسل كأن الرواية الأخرى فيها ثم تفيد الطراخي وستدلب الدليل العقلي قالوا ما هو المقصد من الغسل أن الإنسان لا يكون فيها الرحة من العرق ويكون قيب ويكون مقد ويغتاسل مع السنة الصباح ويستخدم يبيع ويشري يعود صلاة الجمعة وكانوا صحابة يأتي في الزمن نبس السلام للجمعة من العوالي العوالي أحياء بعيدة من المدينة النبوية نقول بأحد ثلاثة ديال الأميال تقريبا ثلاثة كمم تربعة كمم يأتي بالدواء ويأتي إلى رجلهم ويأتي تعرف الحجاز ويأتي الحرارة ويأتي في الصحرى ويأتي في الترام ويأتي أفضل يغتسل ويأتي بعض المساجد دروك ويأتي في حال من المدينة ويأتي المساجد في يوم المياضي وفي يوم برصة للغسل تجد الجمع في الدوش وفي المسخون وفي كل شيء حتى الإنسان إذا كان خدام يدخل ويكبع له ويتقرب الله ويأتي ويأتي ويمشي إلى المسجد وإذا كان البيت تعب ويأتي إذا الإنسان هذا وهو يظهر أن تجد لأن تجد ليس جيد أقرأ الجمعة أو تقرأ عن تي شورت في حمار أو لا center تم تصور بعين أو كيف هل تداب أو تسلي أننا لن تتوقع الحيوان أيضا تصور في حيوان وذلك الجمعة وأن تقلس وأن تقول القرآن وأن تتذكر الله وتتسجد وانت مصور حمار في حواجك بعد ذلك الدناء او لك تلقى شي كتبا بالله الان جاليزية الى اذا عرفت المعنى ديلاب العربية ستقطع ديلاب الحواج لكن بسكن ما اعرفش كذا ما يشاري شي تريكيطا ولا شي تيشورت ولا شي كذا الى كونه هو عرف المعنى دك شي اللي مكتوب عنده فذلك تيشورت ما يلبسوه ها يقطعوه يقدر فيه كيس بالرأسه وما جيبش اخبار انسان ما يكونش اعمى لا يمكن ان آخر مراه مرة للاسى يمكن ان اعرف شكو بباس وما يتدير ها يمكن ان اعرف شكو اعمى مؤمنون فاطن ليس كيس كيس فاثن عنده العقل وعنده الفهم وعنده كل هذا تفسحوا الاخون تقدموش ويرا الاخون على الجهر يدخلوا الاخون وذهب النحو اللي بينهم ويستطلنيها لا تزح بصف ايضا ويستطيعون افتعوه عندنا نقول ان الانسان يبس هاتاك الليباس ويذا كيف ينشح حضرة لنا الحمد لله جلبة مغربية وعندنا الحمد لله لما لا يستعد لبسوه كذلك يرى بعد الشباب من هذا الشباب الذين يعيشون الملكورة الذين لديهم ذلك الهوص ذلك الرياضة تنقاتي لبس هذا اللبس على الفرقة المفضلة عنده وبعد هذا اللبس سيكون فيهم الصليب هذا الصليب عقدة باطلة لأننا نعتقد بأن عيسى لم يصلب عيسى لم يصلب بل رفعه الله إليه وما قتله وما صلبه وما أنت تفشكت جيلة بصدق الصليب وصلت لصلاة الجمهة وعرفت أنك لا تفرس كمية تعاود ولكن نرد البال الإنسان يعرف كيف يكون الإنسان يكون دكي ليس غير غادي وإذا كنت تخرج من هذا الشيء تتطبق الحديث عنه بصص البن يقول لنا ما على أحدكم لو اشترى ثوبيني اليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته ما غير يضرك أنا سأترجم لك الحديث ما غير يضرك؟ إذا كنت تفشكت جيلة وشكت 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 جيلة ما على أحدكم وشكت جيلة وشكت جيلة وشكت جيلة وشكت جيلة و الأفضل من أفضل اللباس من اللباس الأبيض و لذلك نكفن الأموات و هو اللباس لملائكة و لا تفشكت جيلة و لكن يسان الجمعة يتجب جيلة و يحطف الماريو و يحفظ عليها و كي تفشكت جيلة و تباك الشعائر لإسلام و يتجب جيلة و يتجب جيلة و يتجب جيلة و يتجب جيلة هذا هو العز يتجب جيلة أول بدعة و و حدثت في تاريخ الإسلام تركوا التبكير لصلاة الجمعة و هذا القرن الأول يتجب جيلة و 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 هذه الجمعة و نص نهار و يتجب جيلة وعدك تلقى داخل معاه إقامة داخل معاه ذاك الدعاء ها تصبط و تيدعي كي يتكركب معاه مخارج عود تانية أول أول كي يجري يا شمن جمعة هذه ما سمعتي خطبة ما سبحتي ما ذكرتي ما غتاسلتي ما طيبتي ما بكرتي ما صليتي على النبي ما سنة غير لا سنة رأى إذا تشمتي في الدنيا يقدر تعود قدرتي واحد المحال واحد المحلاباء واحد التجارة وما سخرش الله يقدر تعودها من بعد حتى لو ما عودتها شو تصبرت يرى الله سيخلصك هذه هي الحياة فيها الربح وفيها الخسارة ولكن إذا تشمتي في الدنيا الكرام ما عندك فيها تعود ها رأى النهار اللي مشارع ما غير رجع ما حال من جمعة ألاني ما حال من جمعة ألاني بلا حساب كل قدرنا نرجع نرجع واحد ثلاثين عام اللور نبدأ من الأول قام يضع لي هذا الشضاء لي محد كتكبر كي يبال لك أنت راس كرام ضيعت ما حال له أمور ويوم القيمة ما رأى العملة هي الحسنات لابا الإنسان كتعطيها باش عملة أجنابية كيفرح يتعرفها دير القيمة كيفرح يلا بيشده عندك يوم القيمة العملة باش كيتعرف الناس هي الحسنات حسنات والسيئات هاك عطينا ونعطيك فالإنسان يرد البال يقول النفسهم إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم الإنسان يتزين ويتقد يا بني آدم خدوا زينتكم عند كل مسجد هذه الآية نزلت للرد على المشركين المشركين في الجاهلية فاش كي يجيوا يطفوا كي يحيدوا حويجكم حويجهم أعزكم الله كي يحيدوا حويجهم كاملين تيقولوا احنا هذا الحويج قدرنا فيهم المعصية ما نقدرش نطفوا بهم كيتعرف وتيطفوا بحل حيوانات ماذا يقلوا في الطواف؟ كيتعرفوا برش وكي يصفروا ماذا تلعب ذلك؟ أخلق، يصد جاء لديك أباء حرضد، حيصة بيص كيتعرف أحواش يزداد الله يزدقنك، يزدقنك وكي يصفروا يقول لك هذي أدو الحج هذه الجاهلية كنت تلعب ذلك الحج غايمشوا لي الناس يفونك الحج ورقس تمارا بهرا ورقس لبوقف عرفا مزدالفا ورقس لديك أحرام كذا، يفتباد مرش قيمك يريد، يريد ما هذا؟ قال لدي الجاهلية قال لك هذه الحجة أعصفهم الله وخا حيدهم وشري حواش جدد؟ يجب أن تتعرف حقا بقان حيدوا كل قدام شريش فوقية جديدة تطف بيعا ودلوحة ولكن تطف عريان يكا أعطي لها بس فأنزل الله يا بني آدم خدوا زينتكم عند كل مسجد استروا العورة من شروط صلى سطر العورة أربعة الشروط شرطوها لاستقبال طهر الحاداتي وستر عورتين وطهر الخاباتي تحيد الخابة من الجسد ومن التوب وتستطيع العورة وتستقبل القذلك تسمى شروط الصلاة بحل الجمعة بحل جمعة تقولنا الإمام بن ورشد بن ورشد هذا الحفيد صاحب بداية المجدية تقول لي نا آداب الجمعة يأتي ثلاثة الأدب الأدب لا يعطيك زينة تتجمل بالأدب لا تستطيع أن تغير الفرائد لك تدين الفرائد و تدين المستحبات و تدين المؤكدة و تتقد كتدين العمل مفيني مزيان و تدين الحسنات آداب الجمعة ثلاثة الطيب و أنه حب يبقى إليه الطيب و هذا الحمد لله كان قرعة البندوش و تقول لك عشر درام و تتحركه و تتحركه في الموت و تتحركه على جلدك و تتحركه و أنه يجب أن يجب أن يجب أن يجب و تتحركه مئتين و ستتحركه بداية عامين و تتقادلية التاريخ و تتحك به مزيان و تيجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن تتحركه انا برابعنا الأمر و تتحركه جيدا و تتحرك فيها عامين و تتحركه جسدك بعدها و أنه حسنا الضيب مزيان للتومة لما يجب للموت و مرحب المسلمين ونرى غافلين واحد ضرب طبعا ونراجل الصفل الأول كي تقرع لنا نحن الكبرية والاقتران صنف دارك ضيع فعليك وشمين يخرج من فمو ونرى مثلا نقول شعجة مكينة ضيع فعلي المسلمين كتصليح دائم مسكين كتلقى عندهم وراها قال لك بصام الله كلتي التومة اللي هي احلال أول بصلاة كلتي هم طيبين شو بقرحة باش ما تقاديش لملائكة لا تقاديش الناس ليحداك باش نشي صلوهم مرتاحين وكي تقاديش على الرائحة الرائحة الجواريب الرائحة الخوفين هذا جامع مسجيد خصانع الضمون ونعطره 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 كي يبخر الجامع هذا يخدمته كي يبخروا في الجامع كلها صلاة باش نشي مراوائح طيبة يرتح في المسجيد ونعطر المسجيد يدلقينها وكثرة التلويت وكثرة أداب الجمعة الثلاثة الطيب والسواك لأن القرآن بالفم لأن تدعي الله بالفم لأن تنجم مع الله لأن تتحاور مع الناس تنظف الأسنان ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جيبريل يوصيني بالسواك حتى خشيته على أسناني من الكثير من يوصي السواك خاف على أسنانه وكي يحق تسنانه وكي ترعده لماذا؟ لأن تقبل بها الرأس وليديك وكي تقبل بها وليدات وكي تقبل بها الزوجة والسر تكون طيب لأنك موسلم ليس لأنه ما يرى أن تشكبه وكي تشكبه أزوجك وكي تشكبه وكي ترى أنه ترى أنه ترى أنه تتقادي الناس يتنظف ويتنقع والحمد لله الأمور ميسر فهي الأطيب والسواك واللباس الحسن ليس جديد وكي تنظف ما أنه في قدوسة عادة؟ لديك ومع المعرفة ليس لذا ليس لذلك كيف حدثت لديك ؟ ليس لباس الحسن كل واحدة خيطها مقطعا خيطها ويصطي بها ليس لذا ولكن يكون ذلك اللباس يليق بها ذلك المعيد لي ومعيد لي وقف فيه قدام الله عز وجل نتجنب هذا الخطأ ديال ترك الإغتسال وترك التزيون كذلك من الأخطاء وهذا كان يقع فيه كاملين الله يسمح لنا الله يرفع لنا التأخروا وتركوا التبكير لصلاة الجمعة يعني قليل دب فينا انك تلقعت يمشي الجمعة بكري إلا مشا شو دحي الدبي بليس هو ركي تضرب معك باش ما تمشيش غلبتي ومشي تضرب معك باش تضرب معك في الجمعة باش تضرب معك في الجمعة باش تضرب عجلة تخسر لك العبادة ديالك إن الشيطان قعد لي ابني آدم في كل طرق الخير تصدقتي يقول لك يا بالله يا اي شطفت العقل عندك مئة درم تضربت يوم من خمسين تبقى بلاش لا 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 إلا غلبتي ومتصدقتي كنت بدأت تضرب ماذا ستضربت انت تضربت خمسين تضربت غال درهم نظره ما يمكن لك من تلقتي ستضربت اهاةةةة كنت تضربتها تضربت لك ماذا ستتقدمت بشيطاتك تقلت بشيطاتك تتنامت بشيطة يactic Are You Return On You فإذا عزمت تلك توكّن على الله صفحي وكنت توكلا على الله بسم الله ما تخافش ما تخاف لا من الفقر ولا من الموت ولا من الجوع ولا غير ما تسبب انت راسك بها لك طبق لمسائل الشرعية بالحكمة وبالآداب بالأمن وبالسلم وبالهدوء وبالرفق وانتو كل الله في أي مجال إذا التأخير وترك التبكير يفوت عليك واحد لأشرك كتير يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي وريرا في الصحيحين البخاري ومسلم إذا كان تبقى معي وبيتك الله يرحم لك الوليدين اللي يقلس قدامي وليك يسمع وليك يشوف هذا الحديث تصنطليه بالدماء بودنيك وبالقلب ديالك حاول تعيش معي لأنا كان بغيك تعيش معي تعيش معي الحديث بشتفهمني إذا كان يوم الجمعة هاو غاديجي وقفت الملائكة على باب المسجد بالله عليكم فاش كندخلوا الجمع واش كانستحضروا بالليل الملائكة وقفة ولا كندخلوا حالة داخلنا ميرحاط ومدالكوري وعالو عادي واش كنتستحضر ذيك اللي هيبا بأن نرى وقفة الملائكة بحال الدوانة بحال شخص غاديجي جايب السلعة تقل جماريك بدخل شئ إدارة كتلقها واحدة داخل الباب فين غادي كيف يسولك سكتعطيه الوقت وتجاوبو وما تحدر معا الملائكة يقفون قدام الباب نهار الجمعة ماشي غير هذه الجمعة دي ماتي يقفون ولكن شكول لك تحضر هذا الشي شكول لك يجي قدام ذاك الباب و كي يحسب هذه الرعداء وهذه تلك الخشوع وبدك الفرحة أشوفوا الله الله! الله! شرفك أنت وقفليك الملائكة يتسنوك هذا الباب الله! 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 أخذك تبكي الله! تخلق ليك أنت وانا وانا ملائكة واقفين كيتسنوك أنت تجي خدامين عندك وما يستقبلوك أخذك تفرح إلى داخل الجامعة وترتاح وتفرح ماشي الإنسان جاء للجامعة قاع ما عارفين داخلي ما عارفين كي يدير مغوبش كي يقلب على شيء بوثراف اللورج جامع ماشي قال الفقيه ما عنده تشيسو هذك شيء ما كنستفدوش من العبادات حيث كنديرو العبادات بلا ما نفهموه بلا ما نعارفوش كنديروه لو علمنا أسرار وحكم وتشريع قادي نتفعله معه وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ماذا سيقول الجامعة الجاية؟ أنا سأدخل الأول جامعة سنسدنا هذا الجامعة نربح نربح أنا صافي ربحت غير فاشتولي الله في العمور تنطبق هذا الحديث أنا ربحت نطبق أنا غير هذه السنة ونموت ما رأك عليها هذه الجامعة أو تقول شيء واحد يسبقني سنقف قدام لباب غير يتحل بسم الله ندر الدخول وندخل ونفرح الكتاب اللي غد يطلع هذه الجامعة أنا الأول أول واحد يتكتب تتخلم جديد وانتا شرف كبير يكتبون الأول فالأول تحسبتك الشرف هاي جي معنا سيدنا أبل ابن مسعود جاء واحد نال لقى ثلاثة سبقه ثلاثة الصحابة كلهم يتنافسوا على الخير يتنافسوا من ضربين لن يطلعهم إلى الحسنة يموت معك إلى الحسنة لذلك ممكن موتوا نحن مع بعضنا في الدنيا نحن نقتل مع بعضنا في الربح الدنياوي ليس يموتوا إلى الحسنة لذلك نتخل الجامعة ثلاثة سبقه ويتقلق ويقول الرابع أربعة وعشاة ثلاثة دنس سبق لك إذا كان الرابعة لذلك نتخرب يخبر لم يتقبل تسبقه هذلك ثلاثة يقول لك الحسن البصري من نافسك في دنياك فألقيها في إنحره اللي بيت نفس معك في الدنيا غير خليها لن تتعلم على العكوس انت درتي أنا غيرت صغيت خطرت ابني خطرت يا الله نزمري رمي او دينك يا رمي حوار سيرك يا عون ربي حالة دنيا قامنا كتر معه سير ربح ومن نافسك في آخرتك فنفسها تخليه شي سبقك أن يوم القيامة كبحتة يقلب على رأسه قلب على ما كان يجيلك يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر اللي جاء بكري فوقت الهاجرة يا الله بدأت شمسك تسخن كالذي يهدي بادانا اللي يدخل في الساعة اللولى بحال شي واحد تصدق بجمع اللي بناقع انت دبا ما زال ما بدأت الجمعة ما زال ما كاللفقية ما زال ما كالأدان انت رأى تصدقتي بواحد ناقع هديتها تصدقتي بها شو الأجر دي لاشحال ثم كالذي يهدي بقارا لك اللي جاء في الساعة الثانية بحال شي واحد تصدق بقارا عجل ثم كالذي يهديك بشن واحد جاء في الساعة الثالذا بحال شي واحد تصدق بلك اواملك بش اللي تحت قادية بدأت كتنقش شوية كون مع أصحاب الإيبيل ولا مع أصحاب البقار ولا مع أصحاب الغانام هل يبطي تشد بدا واحد شوية باش لجمعاتها كتكون عمرة ثم كالذي يهدي ديك جاء في الساعة الرابعة ثم كالذي يهدي بيضة الساعة الخامسة وشو دابا واحد أو مرة بشوش كي يصلوا في واحد الجمع سكنين في واحد الدرب كي تصنطوا الواحد لخوضبها واني واحد تصدق بجمل واحد تصدق ببيضة وكان واحد أخر هو ما تصدق بولو فإذا خرج الإمام طاوت الملائكة الصحف يستمعون الذكر لا تشجعوا في الكتاب الكتاب لا يوجد ما هو الجمعات التي تصدق بصحيحة واني فاتوا هذه الأشرة تصدقها ملحة في شبيعة أو شريعة تصدقها من 12 13 ونص غير كريدي نصيطر وغو قيد نصيطر وغو قيد نصيطر وغو قيد نصيطر وغو قيد مار بحل الدنيا لأخيرا نصيطر وغو قيد نصيطر وغو قيد يقول لك بقية نصيطر وغو قيد قيد وش يتم تخلصه وش يتم تخلصه سيرو ودبي هل ستجعل الجمع أنت بقيت لا دجاج لا بيض لا ما كيف ستكون ما تبعنا وعنا في الواقع ما تحضر هذه الحديث أو لا تفعله لدينا ليس بأشكال كنت تجعل الإنسان قد دعا أنت يكون غير الإنسان يفعل شيئا يتعلقه يتعلقه مصلحة يقولون لا شيئا فاتوا الأجر و الجمعة أصحها ولكن الإنسان يتقابل لما يدره يقعد في شيء قوى أو في شيء محلابة أو في راس الدرب أو ناس أو مجمع ما هي حالاتك الأجر؟ واحد الكتاب يترفع في هذه الجمعة لم تتعرف على راسك إذا كانت تجدون الناس في بقعة و تفرقون في دقيق أو في ركات إذا تشمت أنت لم تقبل تشجلت أنت مع الناس عادت كنت أولاً يشد، أتفرح و هذا الحديث يتخبرونه إلى هنا يقول الإمام ابن أبي شاما هناك كتاب اسمه الباعت على ترك البداء والحوادث بحالها كي لعقد عليه من العلماء الشافعية قال لك و كان يراه في القرن الأول بعد طلوع الفجر القرن الأول طرقات مملوئة من الناس يمشون في السروج زمعهم القنديل مع الضلام يمشون في السروج و يزدحمون فيها إلى الجامعة كأيام العيد حتى اندرس ذلك اندرس قلة و ذهب و ارتفع فقيلة أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البقور إلى الجامعة هذا السيد كي عود شي حاجة محلش في تابعينك الناس بكريف القرن الأول كي يخرجوا من الفجر كي يطدوا و يقترسلوا كي يجيوا إلى الجامعة هذين معهم ذلك القنديل الفتيلة باش يشوفوا الطريق ولا الشمع باش يبالهم هالترق فين غادين كيتزحموا في الطريق و ظنوا قالوا و ظنوا توقفوا صحابوا الأولين والذين فتتوا الوقت كبرة الإحرام وهما كان جلده اللذين فتتوا رأس عشرة جلده اللذين فتتوا رأس لذين لذين كنت يستعد لكي يكون و كانوا الناس في مصنة في موام فهم يموت في مياضي كل يموت في مياضي كوش يبا يطضى كوش يبا يصلي كوش يبا يسرى بيسبق باش ما تفدوش كبيرة الإحرام ده بالنس فين كيموتوا بزحان أقوم عرفتوا فين تيموتوا على الدنيا ها وتيموتوا في الملاعب وتيموتوا في المعراجانات كي يبجغ شي شي دافع شي كي يتردم وتم ما ولا ده بعد نحن شهيد لخشابة شهيد للرياضة شهيد لمحراش شهيد وشي شهيد واحدة ما تكيشر بقال لك شهيد سير الله يصخر مصطلح الشهداء نسيجسوت كي بقال لك وتقييمة كل شي يقول له شهيد وعن هذا الزلعود لكي يتطه على وجهه شهيد لفهم نزيد الله يرحمه ولكن يقول شهيد لا والله يرحمه وللله يغطر لي كي أشهد النفق ورقة مسلمية ولكن يقول شهيد من سليمات كي يصلي ما قدرش نقول عليه شهيد ما تفسحات هذه الحرب تقيقات ما قدرش نقول عليه شهيد الله تعلمي أن يجيل وش كله حرفها الله النيات لا يتطلع عليها إلا الله إذن قضية تأخر التبكير التأيير مهمة لا يفرط فيها الكثير من الأسف كذلك من الأخطاء التي يقع فيهم الناس في صلاة الجمعة تخطي الرقاب يجب أن تتقرب وقت الأدان يجب أن يصل إلى الله يبدأ بشغف الناس هذا 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 يجب أن يشرق الجمع يجب أن يصل إلى الرقاب لذلك يسمى أن تخطي الرقاب الإنسان من الأدب يجب أن يصل إلى الجمعة في أي مجلس تقلس في البلسة التي أجدت أحدك لا تبقى أن تصد عن الناس جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة يتخطى الرقاب الناس يعني يفرق بالناس أعفاك بلتي سمح لي يتخطى الرقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجلس فقد آذيت وآنيت يعني أن تقلس فقد آذيت الناس فقد انت ثلاثي إن الإنسان يقول أن يتخطى الرقاب الناس يجب أن تأتي ثم تآذيت الناس ويدفع هذا يجلس يجلس فقد آذيت وآنيت من تخطى كانت له ظهرا لتخطى الرقاب للناس بجمعاتها باطلة لا أجرى لا يوجده ولكن لا يوجد شيء عاودة لكن لا أجرى لا يوجده إن الإنسان يرد البلجية مع الطلس أقرب بما كان يبدو هذا يريد أن يصفل الأول الثاني يأتي بكري يقول لحافظ ابن حجار هذه القادية تخطي الرقاب في هذه الحالة مستثنات إنت في حالة الأول وتيت مع الطلس أماحة أتحد مرتبتك كل هذا الغابة في حالة الأول وفي الناس shooting ونحنن نزل أتى الجميع وفي أمام جميعا وديك ارد الباب لن يخرج بكري أطلاق أكل حالة الأول وكانت أخيرهم الغابة هذا الأول وكانت تطالق بشيء من الإيمام وما من تكون خارجنا للإيمام إنت في حالة الأول وفي أمام الأول ويأتيت مع الطلس أماحة أتحد مرتبتك لكي يتصدأ إلى المكان لأنهم اللي يفرطوا. انت مع ذلك وانا. والإمام مالك تقول لك تخطي الرقاب. وهذا من فقه الإمام مالك رحمه الله. تقول لك تخطي الرقاب. منهيون عنه إذا اعتلى الإمام المنبر. قبل أن يخرج الإمام المنبر لا يوجد مشكلة. إذا كنت تخطي الرقاب حرام ومنهي عنه. هذه الحالة فشكو الخطيب. يعني صعد إلى منبر الجمعة. إذا ما هي الفضائل. دعنا ذكرنا دروك. تكلمنا على التبكير. تكلمنا على الإغتسال. تكلمنا على الطيب. تكلمنا على السواك. ما هو الفضائل دياله؟ عن سلمان الفارسي. يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى هذا الحديث حاولوا تركز معه. من يغتاس على يوم الجمعة. الغسل يعني إنسان تيس نجا. تكلمنا على الغسل. ويكلمنا على الغسل. ويكلمنا على الغسل. ليس الغسل وتحيي دوسك. لا يتغتسل. تكلمنا ببنيات الإغتسال. من يغتسل يوم الجمعة. وتطهر بما استطاع من طهر. ليه عندك؟ ليه قدتي عليه. ثم دهن أو مس من طيب. ثم راح فلم يفرق بين اثنين. فصلى ما كتب له. ثم إذا خرج الإمام أنصد. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. تيغفر لك الله شحال؟ أسبوع ديال الدنو. أش درتي؟ اغتسلتي؟ درتي شوية ديال الطيب. صلتي النوافيل. ما فرقتش بين جوج ديال الناس قلسين. وتصمت الخطبة. ما الذي لديك؟ خمسة ديال حوالي. الأجر ديالها تيغفر لك الله الذنوب. الكبائر والصغائر إذا تبت منها. والصغائر تمحى مباشرة من الجمعة إلى الجمعة. وقت ممشتي للجمعة كيتغسل لك. دي ما كتب قنقي. إن الحسنات يذهبنا السيئات. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثي. حديثي أوس بناء أوس. وهذا عدتني حديث مزيان. هذا الحديث هذا. لا يوجد ولا أعلمه حديثا في الترغيب والفضائل مثل هذا الحديث يقول لكم. أنت تحداك. تجيب لي شيء حديث؟ فيها العظمة للأجر والعظمة للفضل والعظمة للترغيب. هذا الحديث لقد نذكر ذلك حديث أوس بن أوس. يجب الإمام إحمد وأبو داود والنسائي والترميدي وبن أخو زيمة وصححه علماء الحديث بالاتفاق. لم يضعفه أحد. عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل. وفي رواية من غسل واغتسل. فيها جوجة تفسير مشهورة وفيها تفسير أخرى. قيل غسل رأسه لأن العرب كانت عندهم يعني الوفرة والجمة واللمة لأن الشعر تكون صعيب عليهم يغسلوا شعرهم كل ساعة. كان عندهم الشعر كثير. وغسل جسده. من غسل واغتسل المقصود بها غسل شعر رأسه وغسل جسده. وقيل عاشر زوجته فاغتسل واغتسلت. لكن اللي عليه بزاف العلماء هي اللي أولى. أن الإنسان يغسل شعر رأسه مزيان ويغسل جسده مزيان. هذه الحاجة اللي أولى من غسل واغتسل. وبكر وابتكر. ما معنى بكر وابتكر. خرج إلى المسجد مبكرا مشهورة في الساعة الأولى. ومشى ولم يركب. يعني الأفضل إنسان يمشي لجموعة ماشية. الخطوات. خطوة خطوة. ومشى ولم يركب. ودنى من الإيمان. تقرب من الإيمان. تقرب من منبر. واستمع ولم يلغو. كان له. نعود بعد هذا الشيء. ما هي الأولى من غسل واغتسل. وفي رواية من غسل واغتسل. ما هي الثانية؟ بكر وابتكر. بمعنى مشى للجامع. بكري. ما هي الثالثة؟ ومشى ولم يركب. مشى الإنسان على رجله. الأفضل مشى على رجله. ما هي الرابعة؟ وأنصاة ولم يلغو. أي ما هي الرابعة؟ ثم ذنى من الإيمان. خمسة دلحوه. صعاب ولا سهل؟ سهل. ما هو الأجر دياله؟ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. لا إله إلا الله. كل خطوة. خطوة واحدة. تساوي أجر عام ديال القيام الليل. هذا عيش أنت ألف عام؟ هذا عيش خمسمية؟ هذا عيش أربعمية؟ هذا أنت سلتها. وكل خطوة عندنا. عام ديال الصوم. هذا حديث صحيح. باتفاق علماء الحديث. يعني عودوا من غسل واغتسل. وبكر وابتكر. ومشى ولم يركب. ودنى من الإمام. وأنصط ولم يلغو. كتب له بكل خطوة. يقدر تدير ألف خطوة. 800. 1200. ألف ألف. مليار. أجر سنة قيامها وصيامها. وصيامها. إرى أنه عملها. وإظهره حقافة صحيحة focused خيالك. وروسي أنه لا يصليش. ويقول لك عبد الله واسعة. هذا هذا الرحمة وانه هذه الرحمة التي مستم inventions. هذا ماذا أسباب تشعرها؟ لا ينتظر على منه. يقولون الرحمة الله وسعى تيبليس يقول الرحمة الله وسعى حتى المجرمين الرحمة الله وسعى هذه الناس يقلبوا عليها فسأكتبوها للذين يتقون المتقين هذا الإنسان يردل بالقضية التبكير إلى صلاة الجمعة والمحافظة على السنن فيها فضائل كثيرة كذلك من الأخطاء التي يدروها الناس في صلاة الجمعة من المخالفات وربما هذه هي الأخيرة أو ما قبل الأخيرة يعني الكلام والإمام يخطب تلقى هذا بالناس الإمام يخطب الجمعة أشياء رأيته بعينية كلما يقوم في تليفون في صلاة الجامعة كان يقعب الناس يكون في الجمعية ليس جديد يدروها في الرقل الماء للناس يكون هذر بسم الله ورحمة الولادة حتى سائرها الإمام مالك مانع من الشرب وقت الخطوة يقول الإمام أحمد يقول أن الخطوة لم يقوم في الصلاة لم يكن تشرب في الصلاة لم يكن تصل إلى الدور لم يكن تشرب هذه الخطوة ينزلون من زلات الصلاة لم يكن يشتم الشرب والكلام مركز يكمل الخطوة وشرب يقول الإنسان أن تتكلم عنه يسلم يسبح يستغذر و ينشي نسكينة في الجمعة يقول لك لم يكن تشرب في الصلاة لم يكن تسمع ما يكن تشربة و ينزلون من زلات الصلاة و يقول لك لا يصل على النبي لا يقول الحمد لله لا يقرأ أي قرآن ماذا قال لم يكن تصل إلى الأمام المنبر و قال إن الحمد لله نحمد الله وبركة و يهبط قال لم يكن تصل إلى هذه الجمعة لا يوجد شرط ما يشرب أن تصل إلى أن تشربة الجمعة الخطيبة تقرأ السياسة والدولة والملكة والملكة ما الذي سننفع و تصل إلى أن أعلمك الدين و لا يوجد الخطيبة ستعلمون من تسببات الوطنية و تقرأ الناس لم يكن يرى قد توقف على الاستقلال و من خلال المسار الخضراء و قال رأى الاستقلال سهل رأى هذا استقلال سهل رأى هذا حدث عظيم نعمة الحرية وتحرير الوطن و رفع راية الإسلام و الوحدة بين الرائع و الرائعية تقرأ بوضع طريقة تجعل الناس لا يريد أن يكون قاعداً لأن المسيرة الأخبار هي حدث عظيم فيها رفع المصاحف وفيها الاجتماع على التوحيد الوطن وفيها التضحية للناس ونحروا الدين لنا ونحروا طريقة علمية، سنية، سلافية ويحبوا الناس الذكريات الوطنية لأن الخطيب يجدهد لأن الناس يبقوا الدين معامي لأن المواضيع باردة تقرأ بوضع طريقة التي لا يتم إذا لم يكن لديك عدرة نعز خطبت جمعي لقرأ غير أي قرآن يرى باركة لا يريد أن يخطب عليك أن يقول لك هذا ما يقسم الله تسنط نتاك تقلب أنت على الأجر أنت يدير خدمتك وهو يدير خدمته لا تجيش أنت تعلق الخطيب وتغتابه أنت غيبة قد أضع ما قال ما قال ما عرفه ما داره وطلع أنت يدير لا سهل هذا المقام الخطب إنسان ذكرنا الله سبحنا استغفرنا لأنه يدعى السلام عليكم الله يجعل باركة المقصود هو أنت تتمرس هذه الشاعرة وكل واحدة لك يتحسب على كلامه إذن الكلام وقت الخطبة يقولنا بسيسا في حيث أبي وريرة إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت وقعت في اللغو واللغو يبطل صلاة الجمعة الإمام ملك يقول لا أحب لأحدين أن يشرب الماء يوم الجمعة والإمام يخطب ولا يسقي الماء يدور به على الناس والإمام يخطب يوم الجمعة أحب أن يسمعوا الناس يبقى واحدة الباب يدخل المكة يدخل التعري بالرسولة الخطيب يدخل تصلي أنت في الجمعية ولكن مع الآدانة والخطبة لا يبقى الجمعة أنا أمد أنت وعد ما يبقي هذا؟ كل شيء يدخل تصلي لأنك في الجمعات وما أنت لا تسبب الجمعة أم يعني أن يدور بالرسولة وقت الخطب الجمعة لا أحب لأحد أن يشرب الماء يوم الجمعة ومن يدوره في تليفون أحد يدوره في تليفون ومن يدوره على الماء ولا يسقي الماء يدور عليه على الناس أنت تريد حسنة ولكن ليس في وقتها تريدها في الوقت قال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله لا خلافة علمته بين فقه الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعه في الجمع هذه الإنصات واجب هناك تجوى على القضية ترد السلام و تشمية العاطس الإنصان العاطس يقول الحمد لله حتى في الجمع يقولها يقولها في نفسه كيف لا يوجد نفسه لا تقرأ القرآن في الدهر كيف تقرأ القرآن في الدهر لا تقرأ القرآن في الصلاة كيف تقرأ سررا تحرك الشفاتين لك عاطسي تقول الحمد لله سررا دخلت إلى الجامع لا تسلم على الناس فأنت سلم على أحد لا تجاوبي أحد عاطسي لا تقول لي ما هي الحمد لله لا يجوز تشمية العاطس وكتبت الجمع لماذا؟ لكي تركيز على خطبات الجمع خطبات الجمع هي خطبة كانت أخذها توجيهات كانت أخذها نصائح ما أحواجنا إلى السير النبوي على المنظر من البيعتة أو من الولادة أو من قبل البيعتة حتى الوافاة ما أحواجنا إلى أخلاق المسلم على المنظر ما أحواجنا إلى العقيدة ويقوموا للناس ويكونوا جسد واحد أخوان المتحبين ويتعاونوا ويتعانقوا ويتصمتوا ويضعوا بالنياة ما هي الدعاء؟ ما هي الاستجابة؟ لماذا لا يوجد الاستجابة؟ لأنها كانت موانئة سأأتي إن شاء الله في الحساس المقبلة نتكلموا عن هذه موانئة الخطبات الجمعية لديها واحدة مهمة جداً من فرود المؤكدة في الإسلام فلا تشمت العاطس ولا ترد سلام إذا أذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخطيب الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه سراً وبعض العلماء ابني حبيب وغيري قال تجهر جهراً خفيفاً إنك تسمع رسك هذا لا يدخل في اللغة لأنه يدخل في التجاوب مع الإمام أين يدخل الإمام ويتظهر مع واحدة لكن الإمام يدعي تؤمن في نفسك كما تقرأ القرآن في صلاة الدور وفي صلاة الدور كتأمن كتتحرك الشفاتين ديرك يقدر أن يقول لنا آمين ولكن لا تسمعني أنت سراً نذكر نبي صلى الله عليه تنصلى عن نبي صلى الله عليه كينة التأمين كين ولكن سراً دون رفع الصوت أما رد السلام لا يدخل تشمية العاطس لا يدخل يقول الإمام ابن حبيب المالكي رحمه الله تصنته لهذا الكلام ولا قبل يقول الإمام مالك في من عاطس تصنته الإمام مالك وَلْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَا يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ سِرًّا ما قال هذا الكلام ؟ إمام مالك لا، الدين جديد الدين القديم الدين الرجوع ما فيه لجديد لا قديم هذا كلام الإمام مالك في المدونة أرجعوا لهم أصادر دي لكم قال مالك في من عاطس وَالإمامُ يَخْطُبْ يَوْمَا يَحْمَدُ اللَّهِ فِي نَفْسِهِ سِرًّا وقال وَلَا يُشَمِّتُ أَحَدُونَ الْعَاطِصَةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْحَةَ حتى لا أسمع طيب أطرس أنت لا تستطيع أن تركز أنت عليها لأن الأخوة تأخذت أحد دباظر قلت له أن تسكت فهو الجمعة تأخذه وقتعه والورقة ما هذا؟ حتى أنت تذهب معه إذا قلت لي صحيح بك أنصيت وَالإِمَامُ يَخْطُبُ زيد فقد لغوت فهو الجمعة لا أستطيع أن تتأمر بالمعروف وقال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر الزيادة صاحب الرسالة إذا ذكر الإمام الجنة والنار فليستجيروا في أنفسهم وكذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنا هذا النقل الحمد لله كدخليني تأكدوا نرتاح هذا أئمة المالكية يقول الإمام بن أبي زيد قيرواني رحمه الله لكي تعرفوا شيء يقع في المسجد وغير الكتب ماذا هل قامد على الإمام؟ ماذا هل قامد على الإمام؟ زربان وتيغوا ما كأودي له بس شوف هالك هالكلمت العلماء هالكلمت للرسالة هالكلمت إذا ذكر الإمام الجنة والنار فليستجيروا في أنفسهم وكذلك في الصلاة على النبي أربعوا على أنفسكم النبي سمع شي صحابك يدعوتي غوتوا تيرفعوستهم بزاف الضجيج هذا مبقى الدعاء قال لهم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمًا ولا غائبًا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتهم يا الله ما يحتاج بش تغوت جاء واحد الصحابي قالنا بسسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه واش الله قريب منا نضرب شوية ونناجيه ولا بعيد نغوته وينزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أدعو ربك أدعو ربكم تضرعا وخوف يا ما يحتاج شدة تغوت أنا الله تبارك وتعالى مطلع عليك هذا كلام الآي مان الدعاء راكين ولكن جماعة بالغوات ريلا هذا رأي أذكار الصلاة فيها استغفر الله تها psicاتح المرات فيها قراءة آية الكرسي هذا الدكر الطويل اللهم يقولون لا إلى الله وحدهم ول شريك ده فيها قراءة آية الكرسي فيها قراءة صورة الإخلاص فيها صورة الناس فيها صورة الفلاق هذا كله أدعيه السلاة ولكن يكون لحد يدعي الرسول اللي قال لك الدعاء ما كان لان يسلم ولكن ما كل كان لن يهد الدعاء بالغوات جماعاتنا ولا كل كان لن يهد ум الدعاء الله الدعاء والدين ما نحن نبدأ الله ندعى وقال ندعى؟ وقال ندعى على هذه الصلاة ما هي الصلاة؟ فاذا تصل لنا؟ إذا كنت تدعى الله عبد الله يطلبه فاذا تزدك تقول يا رب تعطيني هذا؟ لقد تدعى ولكنه ليس بالغوة وجماعة تنصدق لهذا ولا يمكن هذا الأدوى العلماء المالكية تقولون أن الإنسان في الجمعة لا يرفع الصوم بهذا الإنسان لا يدعى في نفسه سراً وتقول الإيمان بن حبيب هذا صاحب الواضحة من علماء المالكية الكبار من أصحاب المالك وليس رفع الأيدي بالدعاء عند فراغ الخطبة من السنة يعني رفع الأيدي في الجمعة ليس من السنة كل جمعان يبقى نرفع أيدينا في الجمعة خارج دابالي بتي تدعي رفع أيديك ليس مشكلة ستقبل القيمة لا ودعي في أي وقت تدعي ما كانت تشيئ شكل رفع أيديك لكن في الجمعة مع نشي سنة دائما تتكرر إلا أن يحدث أمر كان شيء فيضان شيء حرب شيء نزيلة شيء مصيبة الجفاف شيء حاجة اللي محتاج الناس يرفع أيديهم بحل الاستسقائب حل كده إلا الإمام في الأخرج الجمعة بيدعي بيستسقيا ولو بيدعي الأعداء ولو قعد شيء حاجة في البلاد ولا شيء حاجة يدعي والناس ويرفع أيديهم ويأمنوا إلا أن يحدث تأمر من عدو يغشى أو قحط يغشى أو أمر ينوب فلا بأس أن يأمرهم الإمام فيه بالدعاء ورفع الأيدي ولا بأس أن يؤمنوا على دعاء الإمام سوف شوف وَلَا يُعْلِنُوا بِهِ جِدًّا يعني لا يُعْلِنُوا بِهِ جِدًّا وَلَا يُكْثِرُوا مِنهِ هذا كلام الإيمان بن حبيب من كيبار إيمة المالكية فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفيقنا لمتابعة السنة في هذا الباب كذلك من الأخطاء التي يقع فيها ودى آخر سوف نختم بها إن شاء الله باش ما نطولوش عليكم جزاف سيقدرنا نعود ندير شاحة الصخرة في هذه الأخطاء قضية بعد الناس يأتي الجمعة موجود فلا يكون ذلك بالنسبة للا يدعم لها ونحن نعفقنا في الإسلام أن الإنسان في أي وقت دخل إلى المسجد يستحب له إدعم لأدعم لها إذا دخل أحدكم في المسجد فلا يجلس حتى يوصلي ركعته إذا دخل أحدكم في المسجد أنا أجل التجنب وجود هذه الجملة فلا يجلس حتى يوصلي ركعته سيكون هناك أحد ضرف لديك واحد حالة، لديك واحد الشرط، لديك واحد الوصف وقع لك هالجواب دياله اي وقت دخلتي للجامع تصلي جوجة ركعتها التجليز بالنسبة للجمعة فيها جوجة ديال الحالة الحالة اللولى جيتي للمسجد الإمام مازال ما طلع للمنظر ما قلت الإمام ما كنش فوق للمنظر انت داخل للجامع هنا في هذه الحالة بإجماع العلماء أنت مطانب أن تصلي ركعتين صافي؟ فهذه الحالة اللولى الإمام مازال ما يفوق للمنظر دخلتي مع الـ 12 مع الـ 11 ونصف مع الـ 11 مع الـ 10 وقت ما يستطلق لك الله أنت جيتي فهذه الحالة هذه بإجماع العلماء أنت مطالب ومرغب أن تصلي ركعتين قبل الجلوس الحالة الثانية دخلتي لقيت الإمام راوتي يخطب فهذه الحالة كان خلاف الإمام مالك في المشهور يعنو والإمام أبو حنيفة تقولوا إذا اطلع الإمام من المنظر لا تصلي باقي تحت المسجد والإمام الشافعي والإمام إحمد يقولوا إصلي تحت المسجد كما تستطلوا الحديث الذي كان في صحيح البخاري حديث واضح صريح إذا دخل أحدكم المسجد ويوم الجمعة والإمام ويخطب فلا يجلس حتى يصل إلى ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام ويخطب فلا يجلس حتى يصل إلى ركعتين وليتجوز فيهما إخفهم الإمام مالك ماخدش بعد الحديث لا يحيط ما بغش الحديث لا المالكية لم يأخدوا بعد الحديث لأنه مخالف عندهم لعمل أهل المدينة الإمام مالك أدرك أهل المدينة لا يصلون تحت المسجد إذا الإمام كان على منبر ويقولون إذا قلت أنت الصديقتك أنصد والإمام يخطب فقد لغوت يعني ما تسنتش الخطبة فكيف بمن يصلي والإمام يخطب عندما تتعارض إذا كان إنصت الخطبة واجب ومؤكد ومقدم فكنت تعارض والمسألة فيها خلاف طويل وقد ألف فيها بعض الغماريين ألف فيها ريسال اسمه المدارك والإمام مالك عنده رواية السيوري أنه يقول فيها بجوازي صلاة تحت المسجد فهذه المسألة التانية فيها خلاف ولكن الأحوط والأولى أن الإنسان يصل لها تحت المسجد ويخفف فيها وإذا لم يصلها فلا إشكال عليه لأن المسألة فيها خلاف من أهل الفقه أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع المبارك المرحومة وأن يجعل تفرقنا بعده وتفرقنا سليمنا محصومة وأن لا يجعل معنا شقينا ولمحرومة اللهم أغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم أمننا في وطننا وأصلح ملكنا وولي أمرنا وفقه لما تحبه وترضاه اللهم أسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا مرضا إلا شفيته ولا غنيا إلا باركت له ولا فقيرا إلا أعطيته ولا حاجة في نفوسنا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها اللهم لا تصلت علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولإجدادنا ولشيوخنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أستر عيوبنا اللهم أغفر ذنوبنا اللهم أهدي أبناءنا اللهم خذ بأقدامنا ونواصينا إلى طاعتك اللهم اشرح صدورنا لطاعتك اللهم حبّف إلينا الإيمان وزين في قلوبنا آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين